السلام صاحبتي العزائز كديري لابس عليكم أتمنى أن تكونوا لكم على خير و بخير فرحين في الحياة لكم اليوم كما نشاهد العنوان سوف نشارك معكم كيف سوف نصاب الكيكة المجنونة بعدما نشاهدها بثاف 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 ولكن اخترت واحد الوصفة لبنتي السهلة سهلة لما تحتش بثاف المقادير لنشاركها معكم ونشاهدها كيف سوف تخرج خروج محروجة عوجة كيف سوف نقولها لكم سوف نشاهد كل شيء على عينكم ولهذا أبقوا حتى الفيديو سوف نشاهدها سوف نقول لكم ما حام حاجة وقعت مهم أول شيء المقادير نخليهم لكم في لابا غضان فول في خانة الوصف سوف نقوم لكم باش ولكن بالضبط المقادير نخليهم لكم سمك سوف ندير البنات كاس ونصف السكار سوف ندير ثلاثة المعلقة الكاكاو الحر يعني الكاكاو المر اللي يكون كاكاو 100% ما فيش يعني التحاجة الحلاوة سوف نحتاج نصف ملعقة ديال السكار كما تحتاج المقادير بزاف صراحة يعني اقتصادية بزاف كما تشوف وضفة نصف كاز ديال السكار وبعدها نحتاجه الطحين بالنسبة للطحين تقريبا نقوله ججة الكيسان كاس باش عبرت السكار تججة الكيسان ديال الطحين وبعدها البنات سوف تخلطون هاد المقادير اللي يدرنا تخلطوهم باش ميبقوش هادوك هادوك الكريكيبات بالحقان الصراحة كان علينا نغرب لها قبل نغرب الطحين قبل ولكن بالنسبة لما غربلتو اشو لا تنتم معجازين بحالي خلطوه بالمعلقة كيف مدرسان اوخادي اخدوكم شوية وقت كتر من احسن تغربلوه سوف يبقيت نخلطو بحالها كحتة تقريبا جميع هادوك 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 الكريكيبات لكيكونوا في الطحين من بعد ضفت خمارة تقريبا 14 جرام وحتى هي نفس الطريقة غالي نبقى نخلطه هادوك الكريكيبات ما يبقى وشو يخرجون لنا في الكيكا كما تعرفوش حال مرة كان هناك كيكا وكتكون في هادوك الكريكيبات لش مسميتهم وكتحسي بهم مدق خيب ولهذا خلطتها حيتهم تقريبا كاملين تقريبا وباقي كين حيت لك انتبليش وحيدات صغارين بالاحسن صراح هادوك شي تغربل باش جيد طريقة سهلة ولكن كاول مرة نبقيت على كندير وصافي هنا اضفت البنت الزيت الزيت وكتحسي 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 نضيف الماء بالنسبة للماء تقريبا نفس الكمية وكتحسي 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 كنت أريد أن أدهنه ولكن سأدهن نفس الطريقة التي قالوا الأخوات في اليوتيوب سأدهن نفس الطريقة لكي نرى كيف سأدهن ولهذا لم أدهن لكي نرى كيف سأدهن لا أريد أن تزيده فيها الفاني لتعجبها أنا صراحة نسيت الفاني وضع خنيشة الفاني أو الفاني السائل ليس معلقة صغيرة كي أعطي الماضي أكثر صراحة أحسن أنا نسيته صراحة الفاني ولهذا أنا فكرتكم أنتم ربطت تضيفه سألقيت بها وضعت هذا الطريقة وبقيت أن نطرب كيف لا تشاهده لكي نحيد تاني لكي نحيد قريقية وحسنتم لا تقولوا قريقية ولا أنا ولا قوائرات من المبناء الذين لا يفهموا ما قريقية هم ذلك القوائرات للطحين كيف لا تشاهد أن نخلطه جاني شوية وضفت شوية الطحين لماذا قلت لكم لماذا قلت لكم ديروا الماء غير غير ركاس ونص لماذا ندرجوه في الأول غلط ولهذا ضفت شوية طحين وكما تشاهدت المول كان حالته ومسحته شوية عادة بشدرته في فرن لماذا قلت لكي نحن كيف لا تشاهدنا الكيكة دائما قلت لكيكة وتقريبا بشد طابلية استغرقت ناس في ساعة ولكن على حسب الفرن تقريبا 25 دقيقة كل 20 دقيقة وعلى حسب المول إذا كانت غارق كما قلت لكم كما قلت لكم كيف ندرجوه في المول الغارق تقريبا الساعة ولكن لماذا تردوا البال من اشتنق ربطة غطيتها بالألومينيوم من فوق لكي لا تحرقها بعد قلت لكي نجرب كما قلت لكي لا تشاهدوا القتبين حتى شاهدوا بأنه قلت لكي خرج خاوي وعرفتها برها طابس ودبا بشيت دوب الشوكولات يعني الشوكولات عاوتين على حسب كيكوش كبيرة أو صغيرة يعني باش تغطيها من فوق ودرت 200 ميل ناطا كريم فريش سخنته فايت لي وريدكم هذا القرنج كيف نصابه كنظركم كلكم عارفين ودهنه باش بغيته تزين يعني كل واحد وكيفه أنا زينتها بطريقة سخنت الناطا ودرت فيها الشوكولات وبقيت كننحرك فيه حتى داب وصفي دبا كنحاول يعني نحل الكيكة من جناب لحقاش هي كتلصق مع المول ماشي مدهون صفي بقيت كنحيد كنحاول نفكها شوية وكنظن بأنها ما غادش نحيدها من المول غا تبقى فيه لحقاش كنظن كنظن ما غادش تخرج منه كنظن وصفي البنات من بعد دهنتها بشوكولات كيفما كتشوفوا الاسباق اللي صوت ودخلتها تلجحت تبرت شوية عادة بش ندير فوقها نزينها بشي حاجة اللي كين عندي اللي كين عندكم حتنتو ما أنا هنه ابنت زينتها كما كتشوفوا سكر غلاس لحقاش ولكن حاليا متوجد عندي صراحة لحقاش الكيكة غير جتني في البل ورنود نديرها مكتش موجدة لها والصراحة شان نقول لكم دابا يعني اشنا هو الاشبال اللي فيها كتجيل ديدا كتجيل رطبة غير هي تلصق شوية يلا لاحظوا يعني في الكيكة من جبتها شوفوا في الفينال ديال الطرف اللي هزيت بحال شوية مقطع يعني اخسكم تحاولوا لحقاش كتجيل رطبة برطبة بزيف يعني الصراحة في المطق روعة 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 الديدة مقادرها يعني قلالين اي واحد يقدر هاد المقادر تلقوهم في الدار من غير ديال بزين اما لكش الاخر ديما يكون في الدار صراحة كتجيل رطبة الديدة دانيا بنتي كلت تقريبا نصها ترسوها دا كامل بنتي ما كتكوش كيكة وعرباتها بزيف 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 ولهذا كنصحكم بها كيف مكتلكم يعني مقوينة ديال هاروم ساهلين وموجودين في اي بيت انا صراحة عجباتني حاجة وحدة هاد المرة غادي نديرها ولكن غادي ندهل المول باش نشوفها كي غادي تجي ولا نجربها في مول اخر اما هاد صراحة الصراحة الصقات هي شوية ولكن مني كنحاول ولكن هزها بشوية ما كتلصقش ولهذا انا كنصحكم بها لابتوا تجربوها لاحقة جات لديدة وصاف الابنائتي اللي عجبكم وقال نشارك معكم هاد الحاجات ديروا لايك وباي باي عليكم حتى الفيديو ماجي ان شاء الله باي باي